مع الفريق الخصف لمدة خمس إلى عشر قداية نعم الحين هذه البري سمونا بري بري بريبريشن قبل الوفيشال ترينينج اللحماء الخاص في لعب المنتخبنا عبدالعزيز سعدون ومحمد عبدالله يعلي كلمني عنهم شوي على المستوى التكليكي والفني نبدأ مع عبدالعزيز السعدون نبدأ مع عبدالعزيز عبدالعزيز صاحب خبرة في البادل تنس كما الأكثر من خمس سنوات يلعبها يشاركون في جميع البطولات اللي في هالقارة وطبعا كل سنة في معسكر لأوروبا ونشوف تشكيل منتخب قطر من فترة طويلة يشاركون مع بعض شفنا مدربين ذو خبرة يروحون قطر لمدة شهر شهرين معسكر داخلي مع اللاعبين ونفس الوقت مثل ما تكلمنا عن حمد عبدالله قبل شوي انه صار شخصيا أوروبا احتك مع اللاعبين شارك ورد بادل تور لعب بطولتين ورد بادل تور شالنجر في الميندرو فطبعا هذا روحه كفاية ما شاء الله يمتلك قامة طويلة ما شاء الله لعب طويل قامة والطول مهم جدا في البادل 100% وانا سمح عمد عبدالله بعد من اللاعبين ناشئين لمنتخب التنس في قطر وكان من الأوائل في قارة آسيا والشباب ربعنا لعبين التنس سابقين كلهم يعفوه هل تواجه سعود هل تواجهوا الشباب مع بعض قبل هاي المباراة لا ابو سلطان ما تواجهه وهذا اللي بيخلين لقاء هذا ممتع اللعيبة مش عارفين مبعارفين مستويات بعض ولا ما لعبوا مباراة قبل ويبعض لكن ان شاء الله هذا بيخلينها منشوقين لرؤية هاي المباراة والحين بيسمون القرعة عبارة عن الدرهم الصغير يختارون وان او 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 وبعدين تختار يا طرف الملعب او تختار تاخذ الرسالة او لا في فرق يفضلون ياخذون الرسال قبل وياخذون الشوق وفي فرق بالعكس بولله خلمهم يرسلون بداية المباراة كل شيء جايز يمكن فيه ارتباك فيه شيء فكل فريق وتكتيل اذا هذه صورة جماعية للفريقين وبالتوفيق للفريقين المنتخب الاماراتي والمنتخب القطري والزملاء واحباب قبل وبعد المباراة لكن التناقض الشريف راح يشوف ان شاء الله اليوم بحضور جماهيري مميز في مجمع ند الشبهة الرياضي هذه للتظاهر المعمارية الرياضية الفريدة التي تقدم ملعب بادل على مستوى عالي جدا جدا السعود في اللحظة هذه شو يفكر عبدالله اهلي تتوقع الحين محين في اللحظة هذه ابو سلطان انا اتوقع عبدالله بادي يفكر في المباراة اصلا عارف عبدالعزيز وعرف عبدالله فاتوقع يحاول يدخل في مودة المباراة يبعد عن الضغوط او عن ماء الجمهور واتوقع ان شاء الله عبدالله باتكون لكلمة في هذه المباراة ان شاء الله عليك اننا نتكلم ايضا عن موضوع التصاعد في الرتم يعني انت تتوقع في حد من الفريقين راح يمسك المبادرة من البداية يعني راح نشوف سماشات في بداية الشوط الاول الاشواط ولا بيكون في انتظار في ترقب في جسنر والله كله يعتمد في فراخ تدخل بشكل قوي ويجازفون مثلا شفنا منتخل الاماراتي برد برد شفنا منتخل الاماراتي برد اليابان من سعيد المريه ومحمد الجناحي دخلوا خذوا رسك كبير ونجحوا في الرسك فكله يعتمد على تكتيك المدرب كله يعتمد في نفس الوقت على الخصم كيف بيبدأ الخصم انت في نفس الوقت سوية جسنر نعم المنتخب القطري ما عرف إذا تابعت له سعود مباريات لأنه كانوا يقعبون في نفس الوقت لنا حتى كنا نلعب فيه فهل تابعت له شي من الفيديوهات شفت له شي من اللقطات خاصة نتكلم عن عبدالعزيز ومحمد بو سلطان حاولنا نتابع المنتخب القطري في بعض الامباريات اللي لابت في التصفيات وخذنا نمذ نوع انواع عن اسلوب لهم ما شاء الله المنتخب القطري غني عن التعريف بكل حيات بعيد عن العاطفة كله أمكانيات فنية فيه فوارق كبيرة ولا تحس انه كتاريخ فيه كتاريخ فيه كإنجازات كمشاركات كرانكينج نكون واقعين بو سلطان أي واحتكاك المنتخب القطري أكبر من احتكاك منتخبنا الوطني ولكن هذا ما يمنع ان لعبتنا يقدمون كل اللي عندهم اليوم ويقاتلون ويستمتعون اليوم في المباراة هذه المعلومات احنا نقولها للمشاهد اللي ما عندك كثير معلومات عن المباراة اللي نقول يعليش ونذكر ان محمد عبدالله مصنف في الورد بجل تورا تصريف الدولي 1999 ما شاء الله افضل 200 لاعب في العالم خارين موجود ما شاء الله عبدالزيز سعدون مصنف رقم 240 فالأرقام روحها تتكلم عنه في السابق صحيح الحضور انا بعدني برجع عن الحضور الجماهيري ما شاء الله حتى اهل الخير اليوم موجودين معنا اهل الكورة معنا اهل الفن معنا كل حد معنا اليوم يعطيكم الصحة والعافية كل اليوم يستمتع بمباراة حلوة تليق بمستوى المنتخبين بغض النظر عن الفائز وبغض النظر عن المتاهل للمباراة النهائية من ناد الشباب نوجه اكبر واجمل تحية للجميع والحمد لله سعود وصلنا لمرحلة ما نبغي نرجع الحين نبغي نكمل نشوف بطولات اكثر نشوف تجمعات اكثر نشوف احتكاك اكبر مع فرق مثل الفرق الي نشوف اليوم ما في شك بسلطان من بعد هذه التصفيات او هذه البطولة اكيد في دروس اه دروس وخبرات متبادلة بسلطان وراح نشوف بطولات اضافية وراح نشوف تركيز اكبر اه وتحضير مسبق من جانب منتخبنا الوطني اكيد وانشالله يا رب نشوف بطولات اكثر من هذا النوع في دورة المرحلة انا شوي ابغي اروح عند الجمهورة اشوف الكاميرا بس الخاصة في اللقاءات هاتولي اياها ايهاب وين كاميرتي هاتلي اياها في النص لا هاتلي اياها في النص ايوه حليها في النص اه في الجهة المقابلة للملعب ابغي اروح شوي اشوف الحمس في الجمهور حمس كان كان دورنا نحميهاكم اكثر من تعليق وتحليل كنا نشجع وكنا نتفاعل وهذا شي جميل في اه المباراة انشالله يا رب انه اه تعبنا وتعبكم وتعب الشاب كل ما يروح انشالله يعني اه هذا لكن في النهاية نتمنى التوفيق مثل ما قلنا للمنتخبين اه يهابنا بروح عند الكاميرا الثانية واخد الكيومن عند المصور وعطيني كان سوف يستhosل مع童 말يني وان مش مبار дер سوف وان هاتلي وانش تحييان وانش تحييان وانش م Fre Wind تحييان وانش تحييان بابينا وانش تحييان وانش تحييان وانش تحييان متواجد إذن في جهة أخرى من جهات هذا الملعب الجميل في الصالة الخاصة للمباراة مباراة البادل الكبيرة نحن على الهواء أشوف الصورة نحن على الهواء يعطيكم العافية يا شباب نحن على الهواء نبغي تحية أولا للمنتخبين يستهلون تحية كبيرة أيوة شوفوا التسيح اللي بيكون اليوم في هذه المباراة يعطيكم ألف عافية يعطيكم ألف عافية معانا المشجع من هو يوم يتكلم شو رأي هني تعرف عليك محمد زرعوني محمد شو رأيك اليوم في المباراة شو توقعات إن شاء الله إن شاء الله للمنتخب إن شاء الله يبيضون الوي إن شاء الله أنت تمارس لعبة البادل تلعبها بس ياه تبغي تشجع أشجع الشباب يا سلام بالتوفيق إن شاء الله شوف الأجواء الجميلة قبل ما نبدأ نذهب للأخوان هني موجودين في الجمهور القطري والبعث القطري يعطيكم الصحة والعافية وبالتوفيق يا شباب نشوف عبدالله العمادي اللي أنا أستمتع لحظة شوية أستمتع أوشي بتعليقك على البادل من مشروع معلق أنت معلق جاهز في البادل يعطيك العافية عبدالله الله يعطيك هاي بقلبي ويعطيكم العافية صراحة على التنظيم الرائع ومبغرب عليكم النهاية شرائك اليوم في المباراة الأمنيات معروفة وكل حد يتمنى في النهاية هي تنافس واللي بيفوز بنبارك له بس عطني على المستوى الفني أنت تعرف عبدالعزيز وتعرف محمد عبدالله صحيح نحن نعرف أن الشباب يعتبرون من أحسن اللاعبين الموجودين في منتخب قطر ولك صورا في منتخب الإمارات صراحة بكشكيلة اللي شفنا اليوم تغيير في رتم اللاعب وتغيير الأمتغوت هو شيء متوقع للأمانة بكل الجهات لكن نمز مجل اللي بيفوز بنبارك له والتنفيق للأفضل إن شاء الله علي المسلماني الزميل والأخ العزيز معلق ومبيع ومشاء الله إعلامي مميز شو تقول عن البطولة أو شيء وشو رايك في المكان طبعا الأجواء حلوة ومستمتعين صراحة من أول يوم إلى اليوم قبل الأخير ومشاء الله نكمل اليوم بكرا إن شاء الله التوفيق إن شاء الله التوفيق يا شباب شكرا شباب يعطيكم الصحة والعافية إذن تبدأ المباراة وننتقل إلى أرضية الملعب بسم الله وعلى بركة الله نبدأ معكم مشاهدين الكرام أول الأشواط بين الإمارات وقطر في هذه المباراة الحاسمة المؤهلة إلى الفاينل فارس الجناحي يبدأ وعبد الله أهلي يرد عبد العزيز السعدون ومحمد عبد الله مباراة من العيار الثقيل ننتظر منهم المزيد برافو تفاعل جميل من الجماهير الإماراتية والبعث القطرية نرحب الجميع في ند الشباب الإمارات ودبي يرحبون بالمشاركين بالمشجعين بالداعمين من الرياضة التي بدأت تنتشر في المنطقة فارس الجناحي الإرسال للإمارات ففتين ففتين فارس يحاول لعبة سماش وأيضا كونتر تاكت جميل جدا من عبد العزيز السعدون وحاولة الله 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 يا عبد الله متعني يا عبد الله متعني يا عبد الله ومتع الجمهور سعود باتكلم معاك بتفصيل أكثر على المستوى الثني بعد نهاية الشوت هل نهاي تابع الشوت معاك ونشوف ونيروح الشوت فارس من الدفاع إذا الهجوم الهجوم زمام المبادرة عند المنتخب الإماراتي يا سلام يا عبد الله هذا عبد الله هذا عبد الله 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 اللي جيل الله يعبدالله الجبل الجبل الإماراتي عبد الله قال لي هي胖 سملي الجبل حاضر يا عبد الله وانت جبل يا عبد الله خلص الشوت يا عبد الله خلص يا عبد الله خلص οποي وتخلص إن شاء الله يا عبدالله غراب الإمارات واحد الإمارات استغلال جيد اندفاع قوة صرامة من البداية سعود شو رأي صحيح يا سبحان لاحظنا عجوم المفاجأة من جانب عبدالله وفارس في أول جيم لكن مثل ما نقول دايما الأقيام الأولى فيها جسنب فبعدنا بنشوف لكن بداية طيبة وممتازة وهدوء حلو جميل من عبدالله وفارس إن شاء الله يستمر تفاعل الجمهور مهم واعتقد المنتخب القطري يخبأ الكثير من المستويات القوية اللي نعرفها عن عبدالعزيز سعدون ومحمد عبدالله رابو شباب نحاول الآن أن نكسر الإرسال البريك مهم جدا في لعبة البادل تسوي بريك على إرسال الفريق الخصم سماش جميل من عبدالعزيز سعدون جميل عبدالعزيز سعدون سماش حلو بالحلو نقول عنا حلو لنا ول علينا الحلو حلو محمد عبدالله أحد المصنفين العالميين في لعبة البادل 199 الخاص بالوورد بادل تور ممتاز لسا بدري 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 على المباراة خذونا نستمتع خلونا نريح ونرتاح على قولة أعظام الشوار شوف المباراة لحد الآن السجار توسيع الفارق إلى أربعين 40-15 40-15 حلو التفاعل حلو الحظو حلو المستوى اللي يشوفه في صالح ند الشغة خطير جدا ما شاء الله عبدالعزيز سعدون في السماش خطير يقسب المنتخب القطري الشوق يقسب المنتخب القطري الشوق لاحظنا بسلطان حجوم من عبدالعزيز وعبدالله على فارس ولاحظنا التنويع في اللعب بالفوليز وبالاسماشات من المنتخب القطري هذا رسال عند عبدالله يشوف عبدالله السلام على البنديخة البنديخة أولا بيبورة هذا وشلطان حاول يمع بها البنديخة قريبة من الخلس لكن بالسبن كانت صعبة على العب نتخلق نعم يا فارس يا فارس يا فارس المعيش حلو 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 يعتذر لعب كطري حتى الملكير الصدمة في رجل اللاعب وبالتالي تحسن نقطة على المتخب الإمارات أرسال جميل من عبد الله ونستغله قوة الأرسال بخادة في الزاوية البعيدة نزال يوب طويل تسمعاش من محمد عبد الله لكن خفيف 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 يا لطيف يا لطيف حلو يا فارس الله نحن نعلق ولا نشجع الله يضايقين بيني بينكم بارات العصاب لكن حلو هاي الرياضة خذ الأدرينالين يطلع بو ينزل تحته عيش عيش يا عبد الله عيش عيش يا عبد الله عيش لكن حلو حلو من محمد عبد الله كونتراتاك جميل توقع جميل حلو الكونتراتاك بطريقة هذه معادلة النتيجة أيضا يتلاعب العصاب لطريقة ثانية فالحلو نقول عنا حلو تمام 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 ثلاثين ثلاثين التعادل في كل شيء الآن التساوي في كل شيء لا يكسر أرسالك يا عبد الله نتمنى ذلك نتمنى ما يكسر الأرسال نلعب على الشبك قوتنا في كل مكان إن شاء الله على الشبك ولا على الزجاج نتمنى على السبك ولا على الزجاج براهو نتمنى أرسالك نتمنى أرسالك لكن نشوف قامت المستويات تبين وفي تشابه نوعا ما وما في فروقات بالمستويات أنا سعيد أنا سعيد قرية جدا جميلة وثقة جدا كبيرة من فارس على هذا الباك هاند في الزاوية البعيدة وقرب الفنس أعتقد الكونتر أتاك مميزين في عبد العزيز السعدون والحمد العزيز وقرب الفي تنوع على الزوايا لاحظنا توقع ممتاز من محمد عبد الله بيعتبر يوم من أفضل اللعيب اللي موجودين والأرقام الدولية مثل ما تفضل فيه علي وعبد العزيز كذلك ففي ندية وفي تساوي نوعا ما لحد الآن في المباراة ما رايك في تركيز عبد الله أهلي وفارس حتى اللحظة التركيز والتعامل مع الثلاثة أشواط اللي مرن دايما بسلطان الهدو كنا نقول الهدو والتركيز هو المفتاح نوعا ما وهذا اللي نشوفه في عبد الله وفارس تركيزهم وهدوهم بإذن الله رح يوصلهم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله نذهب للشوط الرابع ونحاول كسر الأرسال نذهب للشوط الرابع في محاولة كسر أرسال المميز عبد العزيز السعدون يلا يا إماراتي نذهب للشوط الرابع إذن مشاهدين الكرام عبد العزيز السعدون المنتخب القطر يبدأ فارس لوب جميل من فارس تفاهم أنا عبد الله من فارس ما تضيع النقطة هذه إن شاء الله تكون حلوة برافو برافو بحمد برافو يا عبد الله سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام حلو نتيجة حلوة لو اكتملت نتيجة حلوة لو اكتملت يا سلام في الطريق لكسر الأرسال الطريق لكسر الأرسال حلوة المباراة بعصابها بمتعتها بمهارة لعيبتها السلام يا عبد الله اللوب الجميل خلصها بارس خلصها بحميد خلصها 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 خلص 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 بحميد ثلاثة واحد ثلاثة واحد يعيال زايف ثلاثة واحد حتى اللحظة كسر الرسال ناجح الآن السعود الفارس تسل السار في هذه الفترة من المباراة وخطاء للجمهور والشلطان ممكن يأثلنا العلماء على المتخب القطري ولكن جبنا خطاء من المتخب القطري وضغط من عبد الله وفارس بهذا القيم عبد الله يحصل على النقطة هذه أهم شي أعتقد حتى المنتخب القطري يمكن معظم مبارياتها ما تكون بالحضور الجماهيري هذا مثل حتى لعيبتنا الحال ينطبق على الفنين بس الفارق المجمهور لإمارات أكثر لما نحكم نلعب على المسلطان نحن نكون منطقيين أيضاً لحضور الجماهيري لعب دور كبير دور كبير وانت كبير وانت كبير يا فارس الفارس الإماراتي الفارس الجناحي ثلاثة واحد النتيجة ما زالت نلعب على ثيرتي لوف نستغل الإرسال ونستغل كل نقطة نستمتع ونقاتل نستمتع ونمتع ونقاتل فورتي لوف بداية قوية لفريق الإمارات الله وياك يا عبد الله بخادة لكن ترجع ويردها بشكل جميل محمد عبد الله شو محمد يشوت يا سلام يا محمد يرجع الكونت الله 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 اللي تسوي يا فارس شو اللي تسوي يا فارس اللي تسوي فقد هدوء هدوء جميل وتركيز كبير وإسماشات قوية وتوقع ممتاز من عبد الله وفارس بإذن الله يستمرون بسلطان نتمنى نحذر دوم من البروت والاسترخاء نعم نتمنى نهم يسترخون ونشوف التعليمات من المدرب جدا ما أنا فيها الفترة 4-1 نتيجة دائما مخيفة مخيفة تبين هزين لكن تعطيك نوعا ما استرخاء ونحذر من الاسترخاء وحاولون إن شاء الله إن شاء الله نروح الخمسة واحد إن شاء الله إن شاء الله تروح الخمسة واحد لها كثير من المميزات ترتاح في آخر شهود قبل الست الإرسال يكون عندك وتكسر إرسال للفريق الخاص صحيح هذه مميزات الخمسة واحد الحين نروح نشوف الخمسة واحد ولا تكون 4-2 كل شيء وارد كل شيء جايز عبد الله متعتني وفارس أبهرتني اليوم يا فارس الأداة في تصاعد سعودة بسلطان لاحظ بناء الهجمة عند عبد الله وفارس بناء الهجمة بشكل تدريجي ما فيه استعيال استعجال في النقاط تركيز هذا أهم شيء بسلطان اليوم هذا مفتاح أنا أتوقع المنتخل القطري ممكن يكون نوعا ما متفاجئ محمد عبد الله وعبد العزيز عندهم الخبرى الكافية أكيد ولائدين أصحاب خبرى ولكن إن شاء الله طارس وعبد الله بيه بسم الله نبدأ الشعوط السادس كرة مهمة يحتاج المنتخب القطري للعودة للمباراة محمد عبد الله أرسال سريع واستقبال خاطئ من فارس الجنح قوي في الأرسال محمد عبد الله مميخ جدا يشوت السعدون بيرد فارس يا فارس مردك يا فارس مردك يا فارس ممتاز 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 نروح بخمسة واحد وننتظر هاوت محاولة ثانية حلو ما نصفق على خطأ الخصم في الأرسال الأول هذه هي حلاوة الرياضة وأخلاق التشجيع في الرياضة برافو جمهور اليمارات برافو جمهور اليمارات إذن ثيرتي ففتين للمنتخب القطري محمد عبد الله فارس الجنح يلوب بخاد لا يلعبها لوب يغير الطريقة عبد الله يسوي يلعب زاوية يروح للمنتخب القطر يستغل الإرسال يستغل الإرسال إلى الآن حتى اللحن الله عادي نحن طماعي نحن طماعي نبغي نروح ثيرتي فورتي يسعود شكراً للمنتخب القطر خلنا سويا نهدى سويا حلو 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 اللعب متعة موازين نشوف سلطنة سلطنة من عبدالله فارس نروح لديوس يا رب نروح نروح لديوس لكن ملاشات محمد عبدالله والله صعب يا رد فارس يا عمر يا عبدالله يا عمر يا عبدالله وديني 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 على جيوس عودة عودة مهمة عودة مهمة إن شاء الله يستغلون هذا الجيوس بشكل الله كمباك 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 الجبل كمباك سهلة ايزي بول ايزي بول ايزي بول ايزي بول ايزي بول ايزي بول شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 اربعين ثلاثين لكن اخذ الرزق وياب النقطة نروح الديوس نروح الديوس ان شاء الله يعتمد على النقطة هذه ان شاء الله ان شاء الله على الكونتر اتاك جميل من السعدون لكن ما زالت النقطة متاحة للجميع ناخذها ناخذها قاتل فارس الجراحي على الشبك وكل ما تاخذ الشبك كل ما لا افضلية عندك حتى لو تحت ضغط تكون طبعا 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 يلا يا عبدالله اهلي يلا يا ابو حميد ناخذ الشوت ونفكر في الست بعدين ناخذ الشوت ونفكر في الست بعدين ناخذ الشوت ونفكر في الست بعدين في نقطة ضعف واضحة عند السعدون في الجهة اليمنى في الجهة اليمنى لو يتم استغلال إذا تترك مع Elsa جهة عبدالعزيز على اليمين حتى لو تلاحظ بخادة فارس الجناحي أفتر قلاس كله صوب الفورهند فولي وين عزيزة ساعدة على اليمين نرجع مرة ثانية لنقطة الصفر يا سلام يا عبد الله مايروح تعبك يا عبد الله مايروح تعبك يا عبد الله مايروح تعبك يا عبد الله ثري ميتر سماش من دون دي لاين هذا كنا نشوفه في سلطان الورد في هذا التور اليوم نشوفه في لاعبين منتخبنا الوطني ونشوفه أكثر وكثر إن شاء الله ثري ميتر سماش يا رب يا كريم على الأعصاب الجميع على الأعصاب ننتظر نهاية النقطة خلصها يا عبد الله راي طويل يا عبد الله بس ممتع يطول النقطة بس يمتعك يلا يا عبد الله لعبة الشبك هذه لعبتنا 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 نخلصها ونحسمها نحسمها نحسمها خمسة ثلاثة للإمارات خمسة ثلاثة للإمارات وهذا المطلوب ونروح للمجموعة يا رب خمسة ثلاثة للمنتخب القطري إرسال محمد عبد الله شوفنا طبعا لعبين منتخب المنطني يستغلون لسماش من عبدالزيس يساعدون ويتقدمون ويستغلونها لإنهاء النقطة وحلوة من عبدالله حلوة من عبدالله شكيته ولا أروا يتقدمون الأمام ويأخذ النقطة خمسة عشر ثلاثين ممكن نشوف كسر وإنهاء المباراة نازلنا في لحظات مهمة وحاسمة من المباراة شوت ربما يكون الشوت الحاسم إن شاء الله إن شاء الله يكون الشوت الحاسم يا عبدالله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله محاولة تكسر أرسال فوس المباراة فوس المباراة بإذن الله أربعين 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 وتنتهي نقطة المباراة يا رب تنتهي نقطة بسلام نقول يا رب فرصتين لأهل المباراة ونقول إن شاء الله نقول يا رب يا رب محمد عبدالله على الارسال شوي 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 الجمهور يشجع وهذا مش في عرف الفاتر ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم جمهور ممتع جمهور حي والحي يحييك جمهور حي والحي يحييك يلا تبديل ما كان بين عبدالجيس سعدون محمد عبدالله صار تبديل الآن وهذا قام بنا بحق الفيرسر في حين ردوا نفس المكان شوف اللعبوين تروح تخلص ولا لا خلصها يا فارس خلصها يا قحمد خلصها خلصها الحين وقتك هذا الجبل هذا الفارس الله اوه اكمل 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 انا ما اعجب اول شي نحب مبارك ربنا الوطني عبدالله اهلي فارس الجناحي من افضل المباريات اللي شفناها من اللاعبين شفنا استغلال الفرص شفنا لياقة عالية كنا نتكلم عنها بارحة لنلعبوا مبارتين فترة صباحية فترة مسائية شفنا اهتمام وتركيز وتكتيك عالية احب نشكر مدرب خافي ايضا نشكره وانقول هذا خلصنا منه يا ويلك يا الياي هذا خلصنا منه ويا ويلك يا الياي واحنا معاكم وشكرا للجمهور وشكرا للفريقين اللي كانوا متعونا فعلا في مباراة حلوة سوسن سوسن روحي تفضلي معاتي الكلمة عطينا اجوال المباراة عندك سوسن شكرا لك هيثم في الستوديو اجواء حماسية يمكن من 2016 ما عشنا هذه الاجواء كنا نتمنى هذا الجمهور يكون موجود حزتها ولكن اليوم نعيش هذه الاجواء مع هذا الجمهور اللي اكثر من رائع فوز الامارات مع البطلين من المنتخب الاماراتي فارس الجناحي وعبدالله اهلي يعني ابداع جميل شفنا منتخص قطر اللي امس فاز كل مباريات ولكن اليوم اول مباراة له يخسر امام المنتخب الاماراتي بنشوف اكيد انطباعاتهم ولكن طبعا بنسأل عراب اللعبة الشيخ سعيد موجود وحاضر رئيس اتحاد الامارات للعبة البدل بنشوف اكيد انطباعاتها السلام عليكم انا قطعت حديثكم ادري ولكن اليوم نعيش لحظة جدا مهمة سموكم الكريم هذا الجمهور يعني اول مرة نشوفه في رياضة البدل شو انطباعاتك عن اليوم والله ما ادري المباراة هي تكلم عن نفسها والحمد لله نتيجة حلوة وهر لك اخوانا القطريين شكرا جزيلا لك اكيد بدعمكم وبدعم الاتحاد ولكن كلمة اخيرة لهؤلاء الشباب اللي يمكن عمرهم الصغير في المدرجات اللي نفسهم يمثلون دولة الامارات في المحافة العالمية لنفس تصفيات كأس العالم شو تقول لهم والله اليوم ما قصروا الشباب وبدعم الشيخ حمدان محمد والجمهور المتواجد هم كل شيء هذا اليوم شكرا جزيلا لك اذا مشاهدين من كل مكان انطباعات رئيس اتحاد الامارات لالبدل الشيخ سعيد بن مكتوم اكيد بناخذ كلمة من الابطال تعالوا معانا خصوصا هذا البطل عبدالله الذي دائما ما يحافظ على هدوءه رغم ما يحدث في ارضية الملعب عبدالله الف مبروك فوسكم دفعة معنوية كبيرة لي يعني الشباب خبرنا عن انطباعات اللعبة اليوم شفنا اللعبة اقواسف من القطريين حاولوا يخلصون الكرات بسرعة كيف تتعاملون مع هذا النوعية من المباريات اول شيء الحمد لله حزنا اليوم الحمد لله جمهور ما قصر بالنخص الشيخ سعيد المكتوب موجود تعرفون هذا حافظ كبير لكل مواطننا يلعب تعرفون فخر لمن العالم يكون عصادرنا بحضور الشيخ الحمد لله ما قصروا الحمد لله نتوفقنا اليوم وفزنا تعرفين الأول يوم بديني مع اليابان فزنا كانت مبارا يعني كلوز وفزنا يوم بعد يوم الكل يعني يوم يدش في البطولة يوم الثاني نعب أحسن والثالث أحسن والرابع أحسن وأحسن الحمد لله اليوم نحنا كنا أفضل عم تصم نتوفقنا ان شاء الله حين تبيننا سعيد محمد يكملوني نتوفق هذا ونصير الكبار إن شاء الله إن شاء الله إذن تعالوا نأخذ انطباعات البطل فارس اللي دائما ما يكون أكيد مع الأبطال موجود في الملعب فارس الجناحي شفنا المباراة مضغوطة كيف تتعاملون مع المباراة اللي فيها السماشات أو اللي تخلص النقاط بسرعة أنت وعبدالله أول شيء أكيد يعني متعودين على هاللعب مع التمارين وتمارين وأحس الثقة والأكسبيرينت كلها ياب في المباراة اليوم والحمد لله يعني لعبنا لعبنا وقدرنا نيب الحوز الحمد لله أنا أشوفكم كاملين بعض أنت وعبدالله كبارتنرز أو كشركين في اللعبة خبرنا عن انطباعات الجمهور هل كان له دور في لعبكم اليوم أكيد أكيد الجمهور بدون الجمهور صراحة يعني لعبنا كان يتغير شجعونا وبدون تجيعم هاللعب ما كنا بنيبه اليوم صراحة يعني فسعدونا اليوم ما قصروا شكرا جزيلا لك فارس الجناحي إذن الإمارات تتأهب لمباراةها الثانية مع منتخب قطر كل توفيق لطبعا المشاركين في المباراة الثانية وترى ما سيكون حليف الحظ لهذه البطاقة البطاقة الوحيدة لتأهل من تصفيات كأس العالم الأفرو السيوية التي تقام هنا في مدينة لا مستحيل دبي أجواء حماسية نتركهم معها أكيد مع الكاميرامان وفريق العمل الخاص بالتغطية الحية سنعود مع المزيد من اللقاءات ولكن بعد لحظات مشاهدينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا